وحباً بنا في زونميكس و التحقبين وضيفنا في اليوم اليوم اللاعب التلاجرية التونسي حمد النقاس حمد أهلا بك مرحبا بك يا أخي ومرحبا مستمعين المشاهدين صرفيني وشنين الأمور الحمد للأخير أفهم برمجوا في الحوارة هذه عنا مدة أخويا من الوقت هذا الشروع حمد مليد غالي كنت في زمانك وكانت في المعنز هذا الوقت حكينا وقتها في الانستغرام ومالف الزمانك بي يجب أن يكون هناك كل شيء وبرشة أفاصيل نحن نتحدث في حاجاتك الجدد اليوم حمد نبدأ بجديد ماتش الزمالك البرح والأهلي سأتحدث عن الماتش وانت عندك فكرة كبيرة اليوم لحقيقة ماتش كبيرة البرح لم تتعرف ما أنت قبل كنت نكتب في الزمالك لكن لحقيقة ماتش عجمني برشة صعبة لكي تتعرف وضيما في نال يتعب على جزئية صغار لحقيقة البرح ماتش كامل نتصور الزمالك كان خير مبرشة من الآلي لكن الكورة ما كانش من نصيبه ومبروك على الآلي وفرحت برشة العلي مع الول هزا الشمبيونز ديك ما كتعرف انت دوفوها ملعبه مش و الثالثة ديه كانت من نصيبه وإن شاء الله في الجي إن شاء الله الفرجاني زيته كانت تكون من نصيبه وإن شاء الله ربي يوفقه قلت لي الزمالك خير لكن الحمدي سيطرة خلينا نقول ومشترك الكورة وكامل ليس فهم برشة فرس لا بالعكس كانت تفرج معنى نتصور من بعض البنت ومشترك الكورة وللعب الكل عند الزمالك ودوما لا تكون مرحبا في البرشة ونصور على كورة على اثنين بشت مركيم ونجم تقتل الماتش ولكن النزول الماتش بيهي 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 تكتكو مو بيهيين ودوما في الدربية دوما يلا بيهيين ولكن يسكرون بعضهم لا يقربوا ضد جماعة خرين بعد التنتيج في الأثناء حملة 80 دقيقة ضعفة مقابلكم الأولى في مقابلكم الأولى ضد نادي مالانجي من زنزيبار 4 بلايش للسي اس 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 اهداف ايضا في البندسليقة الياس السخيري ضد دورت موند لياس السجل الهدف في الأول الفريق اللي رابح و احد ابلش. بيه كونش اجلعت البارح في المرش? اوالي اوه خمسين خمسين لحقيقة. بما انو خطر فما زوست وين سيارة عمل. نجمش نكون مع الزامالك ونكون مع الليك. خمسين خمسين. اما حسيت اللي اللي بيش تربح. لكون ميل تكثر? اوالي الاكثرية لزامالك. لزامالك. بيه كون نحكيو حتى في الاوف حسيت بلاستيك موجودة حامدي لبارح. خاصة مثلا لم يكن انت تحديد ريادواني. اوه كون مالك. ملاعب الشاب. اوه ما دعوه للمرش. اوه حتى حازم امام الي كان مع كنتي بناك البارح. كنت موجودة حامدي. اوه لاي اتنجم. لحقيقة افهم احساس معده. في الصحابه كنت طلب معه. اوه لا كل شي. اوه. بيشتوك شوي. لكن اوه. خيارت لنبدل الفريق و جئت للترايس جريادة تونسي مع انت فريق كبير ان شاء الله بإذن الله مع جماعيتي طوى نصل فينا للسنة وعليش اللي ان شاء الله نطبخه على الشامبيونز ديك شواله ان شاء الله كان جيت موجود النجم و نشوف ريزولتات اخرى للزمالك خاصة البرح كانت افضل للزمالك نجم قول كما تنجم تشوف معانتها لصالحنا كما تزادت نجم تشوف حاجة اخرى خاطرتي تعرف مع انت متصور شاني معانتها الحمد لله معانتك كاليتيك كل شيء كنت نجم نعاونهم اما هذه معانتها حاجة سعيبة و تتكاهل معانتها مش تربح او اللي تحصرت شوية مكش في الفينال البرحة لا عادي ولا عادي بالحق ولا عادي مش مش درجة كبيرة ما ما تش عجبني معانتها بغض نظرته في الترجل كيبة كبيرة و فريق محترم مبارشة وتلعب ارقاب الكل مكنش تنجم تصبر شوية حمدي مع الزمالك تنجم كامل مع الزمالك و وقته وبعد تخرج تنجم كامل لشامبيونز ديك خطر تحبوا التكارة مهمة في السيفين لعبة والله صحيح حمدي لا تنجم تحسبها كيف كاك عندما تشوف البداية متاعنا في الشامبيونز ديك لا كنش باين معانتها لعبت معهم اربع ماتشوات كيف بلايش مع مازنبي مع مازنبي خسرنا و العملة من لول كالفيكاسيون لدخلتنا لليبول لا كنش جمعية معانتها بالرغم هزين الكيس بتاع مصر الأجوية ما كانتش كيماتاو كيف شفت الفناء التونسي فرجاني وعلي معلوه البرح؟ الحقيقة تبارك الله عليم البرح يجبون يزوز عادة وماتش كبير برشار ان شاء الله ربي معهم وربي بقى عليم السطر وان شاء الله يكملوا كاكا وفيدوا جامعيات وفيدوا المنتخدمات كون خير كان يريدو الحقيقة ان الفرجاني حسنت عمل مباراة كبيرة رغم لي علي يجاب البونتو صحيح صحيح علي تحس البرح لعب برشة ديفونسيف كما تعرف معانت الولاد اللي يالعب قدام وزيز ونحصن الملعبية في مصر وطالع تحس عليه معانت قرلوا حساب كبير ومراييني معانت اقدموا برد دفاعي كبيرة برشة برشة حمدي ملما اش بدنا انا فرجاني كنت صراح تقبل كنت فهمة كل مشكلة بينياتكم انت وفرجاني ساسي وقتها مسألتش عليك في الحال ممكن في الحاضر صارت نتصور اسوقتي فهم ولا هو قصر في حقي كل شيء لكن ديما نقض وخيين وبالعكس طوال ما عندنا نتكلم وواحد ما عنده ديما قلب وابد ونحن اخويت معانت البر من الكورة وان شاء الله رب يوفقه جاوزتو هذه الحكاية الحمدول اللي جان نتكلم ديما بعدنا كلمك بعدها ما فصلت لك عليها لا يكلمني ديما بتي سالاني وفرجاني وعلي يزوز اخويت يزوز نحبهم وظهر لي معانتها عشرة وعنا برشة معانتها وقت نعرفه بعضها فسار لك عايش مكلمك شودي اوالله ما ما تجامش معانتها تفسير خاطب يعني من جامشي كلمني اللي مكي بعد مخرجته كل شيء ممكن هو كلم مرتي ولا كلمش خوية ما نجامشي تحصل عليه لكن كما قلت لك وواحد قلب وابد وحاجة تعديت معانا مرحبا 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 مرحبت لكن الحمدولله تصوريني الان قوية كافة في مخي وكل شيء كنت النجم زادا نتعدى مرحلة خايبة برشا ديما اى اي وفر يجيني مااما ما يسحوشوا كل شيء بما انو حمدي هرب كما قتلاك وواحد لكن الحمد لله أن نتصور الإيكيب الذين قمت لها في ليتوانيا إيكيب معنى تسعى الشامبينات مشغوية ما هي إيكي محترمة تلعب ديما كاليفيكاسيون مع شامبيونز ليك ظهر لي معنى عقد بسنة وعملت كلوز والحقيقة أريد وقت اللي في سودوفا ما فما حتى إيتيسان محتاجة معي لكن بعد ما صارت الكورونا معنى توقفت الكورا الحقيقة أول إيتيسار صار من تراجرية تونسي كنت مخططة حمدي لم تتطول الجوز بيودة صغيرة نعم صحيح كما قلت لك كان إيدي جاء صحيح عام وعملت كلوز عملت كلوز باش أي جمعية تحب تأخذني تنجب تأخذني في السيف لكن الحقيقة أنا لم تتصور إليه خاطر ما قاعدت برشرة قاعدت برشرة وبعد طرف الكورا وقفت جي ثلاثة شهور في العالم في المركات وهذه صارت مفاوضة مع التراجرية تونسي حمدي عندي شاب بيتر كامل وعندما وصلت القضية مع الزمالك؟ الحمد لله معدها طويل القضية فلسطينية ربحتها ومعاملوا استناف والحقيقة ما عندها بخلي المحامي متاعي وان شاء الله بخطة ربي معك وش طول برشة إن شاء الله أيضاً حمدي لما لا تروي تحقيد كبنسيونال عدت معا ما تشويت بيهن برشة كنت فرحان برشة لقيقة حتى مع الإدارة كانت أمور يمريق لها برشة لكن في الأخر ما تتعرف لو كي قريبش تقرب للكونترا بتاعك بقريب شوفة عام ونص وكل شيء مش تكثر الكلمات وواحد وتعرف هادي عنده مصاحفين معناتها برشة العليم تحنو قوي برشة وقوي برشة تلافذ وجرائد هذه طوي تشوف حتى كتشوف في الفرجاني ولا فعالية بدأوا ما تقلقين وكل شيء ويخرجون عن تحاجات وشعات ويعاد مش كل شيء صحيح 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 صارت لي فاصل الكربة فاصل الكربة بمعنو اللي نحنا عافهمة مشكلة اللي فام برشة عباد ممكن يعرفو ياش كي تمسي لمسي المصر لم يعطيوك شليقامه مع عندي انتي كلاعب أجني متلقين عنديك شلح القيوم يقامه علايش خطرين اجمو نحيولك برشة فلوس من كونتراع عادت لي زنبوه قولك مش تاخويقامه لازم كنتي تخلص مش مش الجامعية فهمت وبالبيرمي بتاعك اللي هو بتاع تونس انت جمسة سوق فهمتها يعني وقت الكربة ميزاتك خذيتها خذيتها كما نحن من تونس مدار وكل شي مشيت لغادي خذيت لي شوية وقت باش ناخد البيعات وهو ما الحقيقة الامل بتاعهم مسعيب ما هو السهل وتعرف الامل بتاعهم فم وبرشة فيها ما عندهم مشكلة مع مرات هذا منصور وتحس مكان يلوجوا عليها مع انتك يوقفت لي واقفوني مع انت عادي كما اللي لنا في تونس في شي بشي يسهلوك خلوك عطيني وريق السيارة وكل شي قالوا لي مع انت هل لازمك تمشي معنا واحد و الحمدول الله مع انت انت صور لم اخذيتش برشة وقت ما با ساعتين ثلاثة سواية قمت بالإجراءات متاعي وروحت على رحولتك انت قلقوك حجيت كما عاك عادي عادي صريف راو اسمعني الجوار متاع كورا راو لازمك في الدنيا دي مع انت متعرض لأي حاجة متعرش عليها مع انت دي ما واحد يقول قضاء وقدر من الاخر انت انسان كم العبد الكل فهمتها لكن الحمدول الله نصور واحد ارادي برشة يعني على تجربتي في الزمالك وليومين هاذا الجمهور يحترمني وحبني برشة لكن كما قدر كسر سوء تفهم في الكنترا ما ما تفهمش معا في المعاودة بتاع الكنترا وبعد الحقيقة في اللقتي اللي وصلت بريوت كبيرة مخلصة شكل شي قررت باش باش نفسخ رئيس منتع الزمالك مرتضى منصورة حكيت عليه حمدي غريب الأطوار شوية ذلك كيف كانت تعاملوا معه والله يعني الحقيقة منول وحتى قبل ما نفسخ تسمع بي نفسخ مش نفسخ كل شي علاقتي كنت معي برشة نتصور حتى على صحابي غادي يمساروا كل شي والعبادة التي اختف الزمالك كانوا يحبوني برشة ويقدروني عبارة عندهم مصري ما تاقلمت فيسع معاهم ومتعلمتوا اللغة برشة ما تاقلمت فيسع فيسع وعلاقتي كانت معي به على الأخير يعني كانت مشكلتي مع ولده ومش مع أمير مرتضى اللي هو هو نيجوسها معي في الكنترا ووقت ما تفهمتش معه لكن مرتضى كما حكيت انتي معتا لعبت كل مخضع لي فكرة خائبة صحيح وعنده مشكلة كبيرة اللي ديما يخرج يتكلم في الإعلام يسب برشة وكل شي وطوى ديما عنداش برشة فكل انتخابية تخسر معتا تنحط له الحصانة هذية نتصور معدتها بشتده شوية طوى بشي معاش وشتلقها كما قبل مهم جايك عبد من الأهلي بعد زمانك حمدي؟ طلبتك الأهلي؟ والله إتصالات باركة ما فماش حاجة رسمية ووكلاء معناها وكانت فهمة مسؤول من اللي يكلمني قل يرون خموه في رياد رواه كل شي لكن ما اكتعرف عدد لجانب برشة والمشكلة اليوم وقتا ما يزيلوا ما يعرفوش أحمد فاتحي بش يخرج موش يخرج والحقيقة ما اكتعرفش تاخو برشة وقت سعيب واحد بانده بش يزيد بعض البريود متع الكورونا التعدات معدي سعيب وكل شي بزيد نقاط في الدار حمدي كيف حصلت الاتصالات معه؟ والله الاتصالات صارت من قبل الكلموك ولا في صحيصة الاسبيرانز نتصور معناتها الحقيقة المسؤولين بتاع حمريت منهم كان الخير نتصور ما لاني في الاتوال معناتها صارت شوية اتصالات من بعد كي مشيت للزمالك جتني بريودة اول مشيت للزمالك كنت ملون ما لعبتش من زيت ما تأقلمتش كل شي فم اتصالات ما كانتش رسمية ما لحقيقة وقت اللي فصخت من زمالك ومشيت للتحق بجمعه دي ورشاة ما شهر رسمية شمانيها كي تقول ماذا ما عاشقه؟ فم كلم برك ما كتعرف تلعف زمالك تبدأ الكنترا متاع كبير برشا وكل شي وتعرف لانتي غادي في مصر ما انت خلص بالدولار كما نقول نحن بالعاملة وانت تونسي لاعب اجنى بخاطر لاعب اجنى بسحيح كما في تونسي اجنى بيغصوا بالعاملة لاعب اجنى بك من تصورين ترى جريد التونسي لتطلب جوار مزامالك لتسمع 2 مليون دولار لتسمع تروى لتعرف مبلغ كبير برشا لتعرفك لكن بعد الحمد لله كما قلت لك عملت سيزان باية معام وطوى كي صارت الاتصالات لا صارتش معنا الحقيقة صارت الاتصال الحقيقة من اللول مع المحامي اسم البيب من طرف سيحمدي وشي تقعدت معا وتفهمنا على كل شيء وماخدتش برشا وقت الحقيقة وكما قلت لك وقتها تحب ولا تكرم عندها جامعية كبيرة باش تطلبك وتبدأ انتي ما عندكش حوايش عروض رسمية من نوادي اخرين ما تنجمش باش تقول لا وحتى كنت جا تفهم عروض رسمية كنت نجم نخير معانتها باش نمشي ما نمشيش لكن كما قلت لك العرض متاع تراجي كان بالنسبة لاني عرض كبير برشا من ناحية الحقيقة حتى التوى معانت حتى كمشيتو كل شيء ما خممتاش فلوس خممتا لاني باش نعرف في جماعية كبيرة لاني معانتها لازمني رجع مكانتي في المنتخب وان شاء الله بخطة ربي واحد يتقلق مع الترجير التونسي ونعمل معانتها كما قلون كما قلت لكم كما قلت لكم انت تصوريني وقتلي صحة صحة في جوية حتى الكرة متاع تونس ميزات كي راجعت وفاموا برشا جامعيات وقتلي كلموني قبل الترجير التونسي ما كانتش فئة فامية كما قلت لكم كانتش فامة حاجات رسمية من تونس؟ لا مش من تونس الحقيقة فامة في مصر فامة في مصر فامة في الخليج وفامة في المغرب لكن كيف معانتها كانت كنت نجم نبشيه في المغرب اللي ويديد بما انه تربطني على قبائي مع سيفاوزي كل شيء كنت مش نبشي الغادي لكن ما كتعرف كي قولوا لك جامعية كان بعض الشامبيونات ميزان ما عرفوش ليزي ترونجي بشي خرجومه كما قلوا نحن من نجويه بش تصبر حد في سبتمبر وش تصح وبعد جاي وقت العرض متاع الترجي والاتسالات خليتني معانتها الحقيقة بش ندرس العرض وقصدت ربي معانتها وراضي على الحاجة اللي عملتها وان شاء الله بالتوفيق معانتها كنت تتوقع روحك ترعب نهارة الترجي يا حمدي انت من أولاد من الغالي من اللاعبية كي كنت أعب في اليتوال من اللاعبية ما يحسبوش اللاعبية تحبهم جا الجمهور اليتوال ممكن النقطة دي نحب نحكي فيها نتصور صارتلي شوية مشاكل دو ما صحة حتوكوش معانتها بالعكسين يدي نشوفو حب ما نشوفوش معانتها حاجة خائبة لكن الحقيقة دي مرة والجوار لازموا العباد معانتها لازم تعرف الجوار اذي خدمة فما معانتها كما قولو نحنا عادي لازم واحد يكون كبير في مخوا واحد صحيح العبد في النجم الرياضة السياحلي تربيت سادة في النجم الرياضة السياحلي جمعيتي معتها نحتها رما ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد لكن بعد معانتها كي خيارت بش نمشي للترجيرات التونسية ترجيرات التونسية زادة جمعية كبيرة في تونس ونتصور معانتها مش هني بش نحكي عليها الواحد معانتها دو ما تصاحت في الترجيرات التونسية نتسمى واحد من ولادهم من ابنهم طوى وكي ما قطلك معانتها الحقيقة ان شاء الله واحد مش بالكلام بارك بالفعل ان شاء الله يخلي الناس لان تحبوا ومحبت الجمهور ونرد يزايد الناس على تطفية الثيق اليوم المسئولين وعلى رسم سيحمد المدر اي ما جاوبتنيش وقت كنت في اليتوال تتصوى روح كنت لبسنها الماء والتغيجية لا ما سعي ما تنجامش تتصوى خدمان وطلع في النجم الرياضة السياحلي ديما التموح متاعك باش تخرج البر و باش تعمل كاريير ما فماش معانت السعي برشة بالجوار يمشي من اليتوال الاسبرونس ونزم يزايد ان اخذوها من العقل اخر نتصوريني ايه بلمساكني كالعب في الاسبرونس و بشي اللي يتوال ما صارتش معانت برشة مش هيكل كل شي ممكن خاطر يهب موش والترجي لا عادي ملعب بريوت كبيرة في الاسبرونس ونعرف ودستاد لكن ديما كيبدوال الجماعية يتقلقوا منو شوية كيمبرت تتراوي حتى قبلك نعرف هامي لازم العقلية دي تتبدل عليش مره هايش في الوروبي موجودة موجودة فيغو فيغو كيمشين برشة جمعية بالبنان ضربوه فكاها بعد فيغو ما صارت الجملة اعطيني بعض الشيون فهم برشة جمعيات في مصر نعرف برشة جمعيات لعبوا في لاليو والزمالك مطلقاش وكيف حكا البوليميك بلا صارت على كهرباء على كهرباء خطر مشاكل لكن كهرباء مقبلي حب لالي ولد لالي ومشي للزمالك وبعد رجع موامن زكريه لعب في الزمالك لعب في اللالي فهم برشة جمعيات لعبوا كيكا ما صارتش عليهم حسين حسن لعب في الزمالك وفي اللالي والناس كل تحبوا واتيك من يقول تلاجي الحمده الله صفا بيه التصريح اللي عملته في الموقع حمده تلاجي دولة تفهم برشة تقلقوا منه زيت او لاي صحيح حمده كان لها حاجة عادية نتصوريتي كانت ترجع لجورة كله اللي جاء في الاسبرانس فمش حتى واحد ميقوليش ما عنديش علش بش من قوليش معتاني الحقيقة برشة عبت لاموني لكن حاجة حسيتها نرمال عادية على اللخ فهم حتى من العبية قتبوا مقدومك مثل اليامك شوية اي من عبدالنور كيف كيف قال بلاستك ميتبس 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 نحترمهم نحترم كان نتصور كان يرجع شوية الوقت التالي من الحقيقة مش نقصد في عبدالنور ولا حاجة اما فهم برشة جويلة شفتم هبتوا على الفيسبوك ويحبوا يوريوا حبهم اللي يتوالوا كل شيء اما اللي يحب يتوالوا ويحباش في التصور وفي الوحن معتاني الحقيقة هذه اللي ما عليها برشة جوارات معتاني ما نحكيش باسمي يعني ما نحكي بسيفة عام اللي يحب يوري حبه واليحب يوري الفعل متاعه واليحب يوري معانتها اللي هو من المنتعمل الجماعية ديكة يوريها وقت اللي كان يالعب معانت نتصوريني عبدالنور كي ما قلت لك معانتها خوية ونحترمه كل شيء لكن معانت حتى كي حكاية ما حاستوش كي ما برشة جواريت محبش نجبة دسامية ما اللي عملوا في الفيسبوك وهابتوا عالفاظ متاعي يعني بعض ما قلت تراجية دولة لكني الحمدلله فام برشة عباد ميعرفوش وقت اللي كورت في الاتوال عبد خمسة سنين في السينيور هزي التي ترويت عملت معانتها كي ما قلو نحنا اسم باي في في تاريخ نجم رياد الساحلي وكي ما قلت لك هذيك جامعية تيمانر كريشري اللي لعبت في نجم رياد الساحلي لكن هو منتامي للتراجية دولة تونسي جامعية نقدرها وجامعية معانتها كي ما قلت لك عندها فضل علي اللي اخذيتني وان شاء الله معانت يشوفوا مني كان الخير ان شاء الله هو انتي حمدي مازالت صغير في العمر لكن بعد نجم نشوفوك ما ماجدي تروي تكمل حتى مبعد في الاسبرانس مسير ولا مدرب ولا حاجة والله هذيك مازال بكري معانتين الحقيقة شنو واحد حتى طوى مازال حتى منكورتش حتى ماتش رسمي تلعبت كان ودي ايت مازالت ملعبش حتى ماتش رسمي لكن هذيك حاجة يعرفك ان ربي سبحانه معانتها واحد ديمة الحقيقين في مخي الحمد لله معانتها واحد مازال صغير ونطمح ان شاء الله باش منحبش نبطل معانتها صغير برشة في الكورة ونطمح ان شاء الله ونطمح ان شاء الله في مسيرتي قلت لي منعبتش حتى ماتش برشة اللي زيكو باهين قاعدين عليك يقولوا حمدي في فورمان ما شوف ماتش قابلتش لكن الشاهدو يقولوا حمدي عمل ماتشويت باهين مع باجا ذهالي خاصة لعبنا لعبنا كونتر باجا ولعبنا كونتر الكبنسيونال الحمد لله ذهر لي العبود زيكويت باهين الحقيقة معانتها سيموعين معوني برشة مخليني معانتها ويقبعته يعرفني معانت اخدم معسيا فوزي ويعرف معانتها سيموعين حمدي شنوه لكن واحد كما قلت لك انتصورني بريود اللي فاتت تعبت شوية تمسيت وتعبت شوية لكن الحمد لله حاطت في مخي تمسيت في ماني حتى تمسيت معانتها تمسيت كوتين معانتها الفامي بتاعي كوتين ليني زادة جات بريود معانتها لحقيقة خفت معانتها قبل ما نمشي للسدوفة وبعد ما مشيت السدوفة واحد ديما جوير بلا اسمه كبير وما واحد تعرف اللي كورة تاوة صعيبة برشة وكل شي هذك عليش قوت لك وقت اللي نقيت معانتها التراجري هذا التونسي معانت قد متلي عرض مخليتش برشة وقت وواحد معانتها هذي جمعية كبيرة باش بشيكور فيها ويرجع اسمه إن شاء الله كيما اسمي كان قبل معانتها معانتها في الساحة وكل شي إن شاء الله يربي واحد حدت معانتها في قلبه وعندي عزيمة كبيرة إن شاء الله اللي إن شاء الله نحب نقدم سنة موسم ومتص برشة مع التراجري التونسي وحطت معانتها محاطق كبيرة قدامي وكما قلت لك معانتها واحد زادة في مخه اللي هو لازم يرجع لليكيبوليسيونه إن شاء الله خفت حمدي شوية قبل ما تصححها مستهل كوميم قولت احتناف لكن مستهل من اللاعبين يتولى جملة يعني العقيقة اسمعني من المركز شراء وملاعبين يعني أعطيني أحسن معانتها الحاجة باش تخليني معانتها اللي إني نقدم في الكارييري وباش تفرحني وباش تكون عائلتي معانتها مرتاحة وواحد هذيك أهم حاجة عنتي لحقيقة معانتها الحاجة هذية مش نحبها تتناحها معانتش معانتش نحب الرائع معانت اللي هي معانتها سعيبة برشة بالجوار من تراجري التونس يمشي اللي إفريقي وأنا من إفريقي يمشي اللي طوال اللي طوال يمشي الاسبرانس هذيه طوع عالم احتراف وذيك الكورة معانتها ولازم واحد أي جمعية يلعب فيها صحيح معانت مش تلقى روحك اللي انتي منتعمي للجمعية لكن مش تلع في جمعية معانتها لازمك تتقدرها وتحترمها على سبيل المثال معانتها كريم العوادي كريم العوادي تصير لعب في أربع جمعات الكبار في تونس والناس كل يحبوها والناس كل يحبوها عليش معانت خطر هو أي جمعية يمشي لها يخلي فيها احترام وتقدير مش نخمها ما 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 تعرش ما تتجمش طوال انتي كريم كنت ترجع بيالتالي ودخل الوقت اللي انتي كنت في الافريخي كنت تخمش تمشي الاسبرانس والاسفاقس والتوال بني جمشي يقول لك اوكي هما ذيه كما قلت لك ذيه عالم احتراف مش ديك معانتها خبزتك مش ديك بلاستك معانت في اللي كيبه ذيك ولكيبه ذيك بش تحس انتي معانات عطيتك قيمتك وقدرك وانتي معانتها فرحان فيها ما عندكش عاليش باش مات بشي هم ما انا لجم انتشافك فاسفاقس وفي الكل يوم بني ما تعرش على الكورة لاحققة ما عندي حتى مشكلة حتى جماعية والحمدلله ما عندي حتى مشكلة محتي جماعية معانت الناس كل تحبني ومن قبل حتى كنت تكون تكور في الاتوال جمهور الاسبرانس يقدرني جمهور الافريقي اسفاقس الحمدلله نلعب على روحي لعمري عملت مشكله لافة لحدة شي كيف كانت تفاعل الاحباء على الاسبرانس؟ سيواء على المواقع على التواصل الاجتماع أو حتى في الشارع؟ والله الحقيقة ما كنت نصور بالبريكش الحقيقة حتى في الشارع طوالة في تونس ولا حتى في الباجيت عباد الحقيقة احترمتني برشا عباد رحبت بي بالبي حتى زايدة في البارك ساعت نشوف عباد وكلما تحسهم يحبوني بكلما يقولوا الهدية الدارك وان شاء الله تتقلق نحب أن تكون شكرا لجمهور الترجعي في تونسي نتصور جمهور كبير وان شاء الله بإسم حمد ونرى مني انتظروا انني كنت خير فماشي موقف سالك في بيلك مع حبيه لا 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 كما قلت لك معنا حسيت محبوني وكوه احترموني حتى يكلموني كم سواء معنا في الانستغرام وفي الواحد ديما ترى معنا كان حاجة بي ويحفزوك معنا ان شاء الله نحن نكمل الجزء الأول في حوارنا مع حمدي النجيز لخبارها بعد شوية جين لكن نحن نعطي نتيجة السياسي مقابلة زينجي بارني هاية المقابلة خمسة بلايش أكيد نحن نقوله السياسيس 99% اهلت للتور الهجي خمسة بلايش أهداف كينكس لي ودو اللاعب النجيلي المدافع هاني عمامه وثلاثة أهداف كاملة للعائد للسياسيس في رأس شوات خمسة بلايش للسياسيس دخل بقوة حمدي كل ما على السياسيس والله ولا حاجة مبروك عليهم انت تعرف مع انت ندريت السفيقسي جامعية تمثل تونس مبروك عليهم الفكتوار وان شاء الله مع انت يكملوا في المسيرة دي بالبين شاء الله فدوى تركي جيكم في الأخبار وبعض مكاملين حتى للخمسة محمد النجيز زون ميكس